اطلق دورة الكربون قبل مليارات الأعوام إثر ثوران البراكين الذي دفع ثاني أكسيد الكربون إلى سطح الأرض كان الغلاف الجوي البداي للأرض يتألف بصورة رئيسية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي حبس الجزء الأكبر منه في المحيطات والأرض والكائنات الحية وتتبع دورة الكربون اليوم أنماط مختلفة تلعب المحيطات دورا مهما في دورة الكربون وتتمتع المياه السطحية بقدرة كبيرة على احتباس الكربون تعززها التبادلات المتواصلة مع الغلاف الجوي وتراكم رواسب الأصداف التي تخزن الكربون في التربة الكلسية أما الدورة الأرضية فهي تتمحور على التبادلات بين الكائنات الحية التي تبع ثاني أكسيد الكربون من خلال عمليات التخمر والتنفس في حين يحتبسه التمثيل الضوئي ويثبته في الكتلة الإحيائية يخزن جزء من الكربون في بواليع الكربون وهو يسحب بالتالي من الدورة وقد خزن جزء كبير من الكربون على مر السنين في الكتلة الإحيائية وداخل الفحم والفحم النباتي والنفط والغاز الطبيعي وحجم هذه الكتلة الإحيائية الميتة يساوي حاليا ضعفة تلك الحية كذلك تقوم الغابة الابتدائية باحتباس الكربون أكثر بما تبعثه أما الكربون الوارد إلى الدورة فهو قد يتأتم ثوران البراكين والنيازك والنشاطات الصناعية